وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من الخطوات التشريعية المطلوبة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية بما يعزز من إمكاناتها الحالية ويرفع قدراتها الاستيعابية وجودة وكفاءة الخدمات الصحية بشكل عام جاء ذالي خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري العدل والصحة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي تابع جهود الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الصحي وزيادة التدفقات الاستثمارية في مجال الصحة حيث تم استعراض آليات متابعة التزامات المستثمرين لإنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية والأطر التشريعية اللازمة في هذا الصدد كما اطلع الرئيس السيسي على معدلات الإنجاز الخاصة بعدد من المشروعات القومية في قطاع الصحة حيث وجه بتوفير احتياجات المشروعات القومية ذات الصلة كما استعرض الاجتماع الخطوات التنفيذية لدعم وتوطين صناعة الدواء بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة لتصدير الدواء المصري وكذا الموقف الحالي للمبادرة الرئاسية وخاصة المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار كما وجه الرئيس السيسي بتوفير الدعم المالي اللازم في هذا الصدد وزيادة معدلات الإنجاز في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار مع الاستمرار في تقديم الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية والصحية التي يعاني منها أهل القطاع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر